أهلا بكم في الفقرة الطبية قبل برها من الزمان منعت كندا بيع مشاية الأطفال أو استيرادها بالإضافة إلى تغريم من يشتريها غرامة تصل إلى 100 ألف دولار أو الحكم عليهم باستجن لمدة تمتد إلى 6 أشهر لماذا كل ذلك؟ وهل المشاية تعيق تطور الحركة عند الأطفال؟ هذا ما سنجيب عنه في هذه الفقرة ولذلك سعدنا أن نرحب بأخصائية العلاج الطبيعي للأطفال عبد الناصر الحسني معنا في الستيديو صباح الخير صباح الخير أهلا سهلا أهلا سهلا فيك أهلا سهلا فيك الحمد لله عادات وتقاليد عندنا المشاية لماذا منعوها 100 ألف دولار؟ عندنا عادات وتقاليد دكتور نعم كل بيت يجب أن يكون فيه موجود مشاية حتى يتوارثوها من طفل إلى طفله في البداية مشاية الطفل أعتقد الكثير أن الطفل يحتاج إلى ارتداء أحذية بناء الصلب مثلا لدعم المش وزيادة توازن فخلينا نبدأ من هذه النقطة ما رأيك في هذا الموضوع؟ أكيد بالنسبة للكراجة أو المشاية اللي بيعتبروها أنه عادات تقاليد في البيت طبعا هو لأنه لحفة الأهل بدهم يشوفوا في الولد بسرعة بدي يمشي فمن هون هذا الباب يعني بدهم يعملوا أي شيء ممكن أنه يشوفوا عم بيمشي بالنسبة للنعل أو الاستخدام الحذاء الصلب هو يعني بيعتقدوا أنه هذا الأشي بيحسن التوازن عند الطفل وبيخلي مشيته أفضل وأحسن طبعا على العكس في بدايات المشي استخدام هكذا إشي زي نعل صلب أو حذاء قاسي وصلب بالعكس بيفقد الطفل التوازن أو ما بيساعده على التوازن لأنه الطفل بيحتاج أنه يرفع رجله ويثني ركبته لحتى يتوازن طبعا بيكون مشيته بسرعة سريعة وبيخبط خبط فلما نستخدم إشي ثقيل وقاسي وصلب سنحد شوي من حركته وبالتالي حسه مش متوازن بالعكس سنعيقه إضافة استخدام النعل بهاي الفترة خاصة الفترة الأولى بتمنع تطور وتقوية عضلات القدم الدقيقة عند الطفل اللي هي حتساعده بالتوازن نحن عام نعيق مش عام نحسن تمام بشكل عام يعني جزء أي نوعية جزء يعني البديل نستخدم حذاء ناعم خفيف بيساعد الطفل على المشي لحتى نمنع مثلا الأشياء الحادة أو الأشياء الممكن تأذيف في قدمه لكن نستخدم حذاء صلب وقاسي ونعل قاسي لا ينصح أبدا بالعكس نحن منعيق مش من حسن أو منساعد كويس هذا التوضيح يعني بالانتقال إلى المشاية الحديث عن المشاية يعني الأمهات بيشتروا المشايات لأطفالهم على أساس أنه يساعدهم أنهم يمشوا بشكل أسرع هل فعليا المشاية بتساعد الأطفال أنهم يمشوا بشكل أسرع؟ لا على العكس بالعكس الطفل في المشاية عم بيقذي فترات زمنية طويلة خلاني نحكي لما يقذي فترات زمنية طويلة هو الطفل عم بيحط دعم وزنه على مقعدة المشاية وبالتالي هو عم بيستخدم رجليه في المشاية والكراجة وعزل منطقة العلوية أو منطقة الجذع ومنطقة البطن ومنطقة ظهره عن الحركة وعن استغلالها واستثمارها فبالتالي هو عم بيحرك جزء واحد من جسمه وعازل باقي جسمه بالعكس هو مش هيتحيمشي أسرع هو هيتأخر بالمشي استخدام الكراجة لفترات زمنية طويلة سيجعل أن الطفل سيمشي متأخرا وليس مبكرا أنت استخدمت فترات طويلة هل معنات فترات بسيطة ممكن تساعد؟ الفترات البسيطة سنعطيها كنصيحة بسيطة أنه ممكن نستخدمها لفتر زمنية بسيطة لكن لا ينصح باستخدامها نهائيا لكن هناك بعض الأهالي يتحدثون لك نحن هاي أطفال نعم يستخدموها ونحن عملناها مع أطفالنا قبل يعني لا يظهر لكن لها مساوى وإلها أضرار فيما بعد تمام حتى يمكن لدينا المجلس العربي لأنه معه رزحة وصند فبالعادة الطفل يمشي عليه شوية أول ما يبدأ خلينا نرجع شوية قبل أن ننجل لديك طعفا الطفل أول ما يبدأ يبدأ يزحف فمن لاقيه يدفش برجل يبادي الطريقة عشان يقدر يزحف فلوما نديره الدراجة نلاحظ نحن عند أطفالنا يعني فأول ما نعطيهم الدراجة يكون كده يدفش في الدراجة حيث هو ما بيستخدمهاش كماشي فالمفروض أن نحن نتحل فرصة يزحف براحته ويأخذ هذه المرحلة بكاملها ولا نرميه للدراجة بنرجس كل شوية نرجع لك لموضوع الدراجة لا لا أبدا بالعكس لما نعطيه لما يكون في مطرق مرحلة الزحف ونعطيه لك الراجة إحنا هنا عملنا سكب أو عملنا تجاهل لمراحل معينة في حياة الطفل الطفل عنده مراحل يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الطفل ليتطور بمراحل معينة إحنا ما بسر نيجي نعمله سكب وننتقل لأشي هو لسه ما حققه لعشان إحنا بدنا يشوف يمشي يعني مثلا الطفل بيتحكم برقبته بعدين بيتقلب بعدين بيجلس بعدين بيزحف بعدين بيوقف بعدين بيمشي التدرج هذا بيساعد الطفل يبني عضلاته خطوة بخطوة بيساعدها من ناحية التنسيق من ناحية القوة من ناحية التوازن من ناحية الخبرة الحركية فلما ألغي تزحف وألغي الحبي وألغي الجلوس وألغي المشي على الأثاث وحطته فجأة على الكراجة لا هنا أنا يعني مش هيمشي بسرعة بالعكس وحيتأخر ولو أنا جيت مجربة أشيله من الكراجة بدي أحطه في وضعيت المشي الطفل حتحسه أصلا هو مبين كأنه ولا بحياته ميشي على العكس عارف يمكن على فكرة أمهات أنا يعني عذب المواخذ ألاطينا الصحة كلين بحطنهم في الدراجة عشان يحاصرن أنه ما يجوز يتحرك في البيت خايفة علي عندها دراجة عندها مكان مرتفع فيمكن هذا الحصارة اللي بيسبب اللي بيخليهم أنهم يستخدموا الدراجة أكثر بالعكس بالعكس في الدول الغربية وفي إحصاءات كثيرة بتحكي أنه استخدام الكراجة هي من أكثر الأسباب اللي بتعمل حوادث عند الأطفال منها بكون هو قادر أنه يوصل للأشياء أو الأدوات الحادة بشكل أسهل هو قادر أنه ينزل عن الدرج بشكل أسهل اللي هو أسرع وأسهل وبدون أن يتحكم بحاله هو قادر أنه يتعرض للحرق هو قادر أنه يتعرض للقلب أنه يقلب وينكسر عنده لا سمح الله بالعكس هو بده مراقبة أكثر بدون الكراجة إضافة أن الطفل في هذه المرحلة هو قادر أنه يتحرك الكراجة لكن لا يستطيع أن أوقفها هذا يميز ممتازة ثانياً إدراكياً الطفل لا يعرف ما الخوف لا يعرف ما الأذى فمستحيدي يستطيع أن يعرف أنه يجب أن أوقف عند الدرج ولا يجب أن أوقف عند الأدوات الحادة لا أبداً أريد أن أكثر مراقبة أكثر أعرف حتى يمكن كيف إمكانية الدراجة أين يتوصل معه ودفش بقوة نعم ممكن صحيح أنا أشعر أنهم يستخدمونها بس عشان ممكن يعني يلتهوا شوية عنهم ممكن اللي هو أنا مشغولة فبالتالي بحطه هنا في المشاية يعني مش بدرجة أساسية تعلم المشي ولا لأ هو مبلا يعني هم بيكون بدهم إياهم يمشوا أو يعلموهم المشي وبنفس الوقت زي ما تفضلتوا أنه خلان نحكي عشان أنه خلص بدناش ننهكي لهمهم كثير بدناش نظن نراقبهم خلص منحطهم بهالكراجة وبقدرش تطلع منها حيظلوا يلف في هالغرفة أو في هالمكان لكن طبعا بده مراقبة كثير يعني يعني للأسف المشكلة أنه أضرارها كثير كبيرة يعني على كل شيء أضرارها طب إذن خلينا نتحدث يعني بشكل أوسع عن هذه الأضرار نعم يعني على سبيل المثال بيحكوا أو مثلا بيعتقدوا بعض الأهالي أنه مثلا استخدام الكراجة راح تساعد أو أفضل وصيلة للمشي هي استخدام الكراجة على العكس يعني أنا استخدام الكراجة شو بيعمل عندي الطفل عم بيحمل وزن على منطقة الوركين والركبتين بشكل خاطئ هذا الحكي شو بيعمل على الفترات الزمنية الطويلة نمط ماشي غير طبيعي على الفترات الزمنية الطويلة نمط ماشي غير طبيعي إضافة أنه الكراجة بتعلم الطفل على إشي خاطئ جدا اللي هو الركض على الأرض باستخدام أطراف الأصابع وهذه كثير الحركة نحن نشوفها طبعا بهاي المرحلة الطفل شو عم بيعمل بيقوّل عضلات الساقين والقدمين الخطأ وبالتالي سيعمل عندي مشاكل في التوازن سيعمل عندي مشاكل في نمو العضلات والمفاصل وهذا الحكي ممكن عمل لي أضرار على الكاحل والقدم والركبة كمان طبعا كله عبارة عن مفاصل مرتبطة ببعضها البعض إضافة أنه بيحكو لك أنه مثلا عسبيل المثال أنه عندي استخدام الكراجة رح أعمل تقوية عضلات الساقين وهذا الحكي يعني بيحكي لك أنه عندي مهم عضلات رجليه يكون قويات طبعا يعني أبدا مش صح نهائيا لأنه مهارة المشي لا تقتصر على عضلات الساقين فحسب يعني طبعا في عندي عضلات هي مجموعات العضلات الرئيسية التي هي مهمة جدا في عملية المشي عندي اللي هي مثل عضلات الظهر عضلات البطن عضلات الرقبة عضلات الذراعيل تعمل توازن في المشي نعم يعني أنا بدون هذه العضلات لو عضلات رجليه قدويات أنا لا أستطيع أن أوقف بدون أن يكون في عندي منطقة جذع قوية نهائيا حتى بالمشي فإضافة أن هذه العضلات اللي هي عضلات الظهر الرقبة الذراعين بتعلم الطفل الحركات الأولية اللي هي مثل الانحناء للأمام اللي هي مد اليد إضافة إلى تغيير الاتجاهات يمين شمال أنا أرجع أوقف طبعا هذه المهارات لازم الطفل يطورها في البداية قبل ما يتعلم المشي لازم تكون عنده أساس قوي إحنا بنحكيها قبل ما إحنا نحطه في مرحلة جديدة تماما خلينا نعدي على المراحل كلها يزحف يحبو يمشي على الأثاث مثلما تكلمت وبعدين يرجع يمشي يمشي من نفسه طيب يعني نرجع للسؤال اللي كانت سألت لك صفاء أنه هي أنت قلت أنه ما ينفعش نحن نخليه نمشي لأوقات طويلة أو يجلس فوق الأوقات طويلة من أي عمر إذا كانت موجودة عندنا من أي عمر أو مثلا في أي مرحلة من مراحل مشي الطفل مثلا ممكن نحن نسمح له يطلع فوق الدراجة أو لأي وقت تماما نجع قاعدة الأولى لو ما استخدمتوها ممتاز بالدرجة الأولى لو ما استخدمتوها نهائيا وممتاز وفي بدائل عنها كثير اللي هي الأنشطة الحركية اللي إحنا ممكن نطبقها مع أطفالنا بدون استخدام الكراجة هذه بالدرجة الأولى أو المشاية إذا بدي أستخدمها ولابد ما أستخدمها أكثر من عشر دقائق ما أستخدمها خلال اليوم أكثر من عشر دقائق الشغلة الثالثة إذا برضو بدي أستخدم الكراجة تكون مقعدة المشاية أو المقعدة الكراجة منخفضة بحيث أنه الطفل يسمح أنه يحط وزن رجله كامل على الأرض مش بس أطراف أصابه بالضبط يعني تكون المقعدة منخفضة عشان يقدر يحط الوزن كامل عشان ما يعمل لي نمط مشغلات وما يعمل عندي مشاكل في التوازن وفي نمو العضلات والمواصل وهاي ما بتبين هسا بتبين بعدين المشكلة ما بتبين حاليا طيب دولة مثل كندا وتعملها كذا قرار ليش ما تبك في بقية البلدان الوعي بالدرجة الأولى أولا إحنا في الدول العربية ما عنا الإحصائيات الكافية إحنا نشوف أولا شو المشاكل والأضرار الناتج عن استخدام مثل هيك أدوات أو مثل هيك أخلا نحكي مساعدات الشغلة الثانية الوعي يعني إحنا أخلا نحكي نحتاج شوي شغل على موضوع الوعي لأنه في عندي مشكلة في أن الناس تقبلوا فكرة هم بيستخدموها من سنين عادات التقاليد نعم عادات التقاليد صعب أنك تغير إلا إذا هم شافوا النتيجة وفي أهالي كثير بالعكس يعني عم بيغيروا عم بيطوروا لكن أنت عم تحكي عن وعي مجتمعي وأنت بتحتاج إلى إلى توعية أكثر يعني وقت أطول نعم المشكلة كمان مش بس أنه يعني مثلا بيستخدموها ولسه الطفل يعني ما يمشيش بشكل كويس ولكن كمان يعني الطفل تمام يمشي تمام كل شيء تمام معاه يمشي بشكل منفرد وبشكل مستقل ولكن كمان ممكن يعطوه المشاية لبعض الوقت على أساس أنه كمان يساعدوا على الحركة طبعا هاي غلط كبير يعني إذا الطفل مشى عندي أنا ما أرجعه على الكراج أو على المشاية طبعا لعدة أسباب السبب الأول وأهم سبب عندي أن الطفل رح يعتقد أنه هاي حضلها معي دايما وهاي مستحينا أن أستغني عنها ومدام أنا مشيت واستخدمتها معناته أنا حضلها موجودة معي هاي أول مشكلة المشكلة الثانية أنه الطفل هو نحط في موضوع المشي أو مشي حاليا هو لازم يتخطى موضوع ثاني من المشي يعني في عندي مهارات أكثر أكثر يعني صعوبة لازم يتخطها فأنا حطت الطفل في وضعية ثبتوا فيها خلص أنت لازم تضلك في الكراجة ففي عندي ماء درج في عندي قفز في عندي ركض وين هاي المهارات راحات هاي ضلوا حيضلوا بالكراجة صحيح السلام عليكم يضيك الفعافية يضا دكتور الله سعدك دكتور أدو ناصر الحسني خصية العلاجة الطبيعي للأطفال شكرا لك العافية حيالله الله دكتور أدو ناصر الحسني شكرا لك